رمضان دايما بيكون لي طعم مختلف في حياتنا وبيوتنا دايما بيجمعنا وبنحس فيه بالراحة والهدوء وحالة روخانيات جميلة وبنفتكر كمان فيه كتير من الزكريات الحلوة الجميلة وبما ان احنا على بعد ايام من شهر رمضان قررنا ان احنا النهاردة نحتفل معاكم بالمناسبة دي وهيكون معنا النهاردة صوت جميل متقلق جدا على السوشال ميديا وليها متابعين كتير منورانا النهاردة في ستوديو ترانس سارة مورجان ازايك يا سارة؟ ازايك يا ريهام عاملة ايه؟ كل حلو حلو حمد لله مصدر انتي معي النهاردة انا كمان اوي بجد تانكي سو متش انا هبتدي الاول معاكم من بدري يالله بأي قوليلي انتي ايه اللي دخلك في الغنى اوكي لا هي فعلا من بدري اوي انا هنرجع ورا اوي بالذكايات الموضوع اصلا كان صدفة خالص كنت في المدرسة وجات مدرسة دخلت الفص لجماعة عايزين نعمل كرال انا مش فهم حاجة بس انا حسيت ان انا هخرج من الحصة فقلت يالله بينا خلاص ومن ساعتها بقى وانا قعدة في قضة المزيكة وخرجتش فينا ويعني الكلام ده كان مثلا في ابتداقي بعد كده عدايدي بعد كده في الجامعة بس يعني ابتديت احس بجد ان انا عايزة اغني وطلع صوتي للناس وحط اي حاجة على السوشيال ميديا كانت بدايتها في الجامعة او وبعدين بعد كده درستي حاجة ليه علاقة بالمزيكة ولا لا لا خالص يعني هي ابتدت موهبة من وانتي في ابتداقي او 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 بس يعني مش موهبة يعني انا كنت اللي هو بس يعني وداني متققلي بتسمع شوية صح عشان برضو موسيقية تقريبا اوكي وبردو قعدوا يعني يعلموني ويقولوا لي ازاي اغني كذا وكذا فبايبي قوي صغيرة يعني في ابتداقي وبعدين واحدة واحدة بقيت حاسة ان انا يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بتبسطني في المدرسة فقلت خلاص خليني بقى فيها وديني بروح المدرسة وبردو بعمل حاجة فان وبس كده طب وابتديتي امتى انتي اتغني بروفاشنال يعني بطريقة احترافية اكتر هي كانت بدايتها في الجامعة ان انا كنت دخلت كرالي الجامعة وبعدين حسيت ان الموضوع لا هو يعني ربنا مديني حاجة انا حاسة ان انا عايز اكمل فيها وانا بحب الغنى يعني وانس ان انا بغني بكون حاسة ان انا مبسوطة فابتديت اشوف بقى انا اقدر اعمل ايه عشان اشتغل على نفسي وكانت بدايتها بروفاشنالي شوية هي الجامعة ان انا كنت بغني في الاوبرا بتاعت الجامعة بتاعتي وبعدين تعرفت عن ناس لذيذة قوي كلهم بيحبوا الموزيكا وكلهم بيغنوا ومن وقتها بقى وانا مش عارفة بقى اخرك خلاص انا كده تمام طب مين اول حد قالك انسي صوتك حلو قوي اه كانت مدرسة في المدرسة هي المدرسة بيش حد طيب من العيلة او اي حاجة ما كانش حد يعني عارف ان انا بغني اصلا يعني هي بس المدرسة وبعد كده بقى لما ابتديت اعمل حفلات بقى في المدرسة وحاجات كده فاه اهلي واصحابي طبعا عاديوا شجعوني كتير وخصصا اصحابي كمان اللي في الجامعة ان هما كانوا بيبوشمي ان انا اعمل كده علشان انا في الاول كنت فاكرة ان انا عادي انا بعرف اغني مش لايزم يعني اعمل اي حاجة فهم بصراحة اللي شجعوني اعمل ابوش يعني القدام وبعد كده اتعرفت على ناس جميلة قوي يعني كلنا مع بعض